النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماع مهم لمتابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها رئيسية خاصة ما يتعلق بمحور المعلمين وطلع رئيس على جهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين وحسن انتقائهم وتوفير الاعداد المناسب والاعداد كمان المناسبة بما يتوافق مع اعداد الطلاب ده الى جانب التدريب ورفع القدرات وكذلك تأهيل مدير المدارس بما يتوافق مع اعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توفرها في حامل امانة هذه المسئولية الكبيرة الرئيس وجه في هذا السياق بموصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين في اطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره وخاصة العنصر البشري واعطاء الاهمية التي طليق به باعتباره اساس بناء الشخصية واساس تكوين الانسان مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل تقوم على معايير الموضوعية والتجرد والكفاءة والتميز والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي بما يدعم كذلك جهود اصلاح الجهاز الاداري للدولة وسهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمعطنين معينا على التليفون الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الواب يا دكتور اهلا بحضرتك يا اهلا بيك يا فاند حضرتك ازاي قرأت توجيهات الرئيس النهارد الخاصة بتطوير الكوادر البشرية وبتطوير منظومة المعلمين في الفترة القادمة هو طبعا فخامة الرئيس بيهتم بالتعليم كقضية امن قوم مصري وفخامة الرئيس عودنا دايما على انه يتابعه بصورة مباشرة كل ما يتم في تطوير العملية التعليمية اه سيادته تماما يعلم ان العناصر الاساسية في العملية التعليمية هي المعلم والادارة والمناهج وكان وجه سيادته قبل كده ودائما يؤكد على ان التعليم اهم حاجة فيه هو اعداد الشخصية السوية اعداد الشخصية المصرية الوطنية اه طبعا عشان نعد الشخصية المصرية الوطنية الصالحة لابد العنصر الاساسي فيها هو المعلم والادارة المدرسية وعشان كده احنا بنشوف فخامة الرئيس بيحضر جلسات بيبقى فيها منقشة مع المرشحين الجدد لتولي وظيفة المعلم ده بيدينا مؤشر لقمة الاهتمام بالعملية التعليمية ان المعلم اللي هو حجر الزوية في العملية التعليمية اللي هو على اساسه هيقدر يقدم المناهج للأولاد على اساسه هيقدر يبني الشخصية هيقدر يتعامل مع الطلاب بتوعنا في المدارس ويبني الشخصية القومية اللي هي احنا محتاجينها اهتمام سيادة الرئيس بهذا المعلم اهتمام كبير جدا وباختيار سيادة الرئيس كمان النهاردة اكد على فكرة الاختيار والانتقاء للمعلمين وانه المعايير العلمية والثقافية والنفسية والشخصية مهمة جدا جدا في هذا الانتقاء ازاي ده ممكن يتم او يترجم في الفترة القادمة في عملية اختيار المعلمين هو حضرتك توجهات سيادة الرئيس بدأوا فعلا ينفزوها من فترة هيئة التنظيم والإدارة لما خدت المتقدمين وبدأت تفرزهم وبدأت تاخر بمعايير موضوعية ومن خلال اختبارات موضوعية تماما بتقيس الكفاءة بتقيس النواحي النفسية بتقيس المهارات اللازمة لعملية التدريس وكانت في الحقيقة بتتم بعملية موضوعية كاملة دون تحيز ودون وساطة ودون اي شيء الكفاءة العلمية تم الاهتمام بها تماما وبعد كده الخطوة الثانية كانت عملية التدريب لان مش بس هاخد الانسان اللي بتمايز بالكفاءة وكده فيه مهارات جديدة فيه تدريب لابد على المناهج الجديدة فيه تدريب على أتاليب التدريس الجديدة لابد ان هؤلاء المرشحين لمهنة التدريس لابد ان يتدربوا عليه وده كانت الخطوة الثانية عشان كده انا بقول ان فخمت الرئيس لما وجه بهذه الخطوات وجه بخطوات علمية متقنة طيب بعد كده بنجتم بالعمليات اللي هي التانية اللي هو انه يكون عنده الكفاءة الجسمية انه يكون خالي من عيوب النطق والكلام انه يكون من الناحية النفسية متزن انه يكون قادر على قبول الطلاب بغض النظر عن خلفيتهم قادر على انه يستخدم مهاراته في بناء الشخصية ده كله كان ليه دور في عملية التدريب وليه جزء كبير في عملية التدريب هؤلاء المرشحين عشان اطمئن ان الدفعة الاولى من المعلمين اللي هم الثلاثين الف معلم اللي هيعينوا هيبقوا اضافة قوية ويحدثوا نقلة نوعية في عملية التدريب مش بس كده بخامة الرئيس يعلم تماما ان العملية التعليمية مش بس المدرس ولكن المناخ المدرسي والبيئة المدرسية واللي هي بتعملها الادارة المدرسية عشان كده بخامة الرئيس وجه بعدد كبير جدا ألف واحد يدربوا ويختاروا بدقة كافية عشان يبقوا دولة إدارة المدرسية ليه؟ لأن حضرتك الإدارة المدرسية دي هي اللي بتيسر المناخ وبتيسر السبل للمعلم بتهيألوا المكان وبتهيألوا المناخ وبتهيألوا تحللوا كل المشكلات عشان يقوم بدوره على أكمل وجهة عملية الصديق ففهمت الرئيس؟ غطى كل الجوانب يعني المدرس لابد نهتم بيه البيئة المدرسية لابد نهتم بيها المناهج احنا ما شاء الله الوزارة بتعمل تصوير كبير جدا في المناهج والأسبوع اللي فاتوا اللي قبل منه حضرت في الوزارة ثلاث أيام متواصلين لمناهج المرحلة الإعدادية القادمة إن شاء الله بإذن الله واستراتيجية التعليم في مصر للمرحلة القادمة إن شاء الله نعم مشكورك شكرا جزيلا دكتور رسامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس إنور موسيقى موسيقى موسيقى